زي ما تكلمنا في بداية البرنامج عن أن أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هو الحفاظ على الهوية الوطنية المصريين خرجوا ضد الاستقطاب وخرجوا ضد الانقسامات وكمان خرجوا ضد الطائفية وحكم الإخوان عشان ترجع مصر مرة تانية لأهلها وناسها وعشان يقدروا يبنوا دولة وطنية مدنية حديثة خلينا نتكلم مع حضرتكو عن الهوية الوطنية وازاي قدرنا نحن نستعدها مرة تانية بعد الثورة مع ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ الشريف عارف المنوارنا صباح الخير عليك أهلا بيكم صباح الخير عليكم أهلا بحضرتك كل مصر طب الصحة والسلامة ودايما مصر بتحافظ على هويتها طبعا ما فيه شك إزاي بقى قدرنا نحن نحافظ على الهوية المصرية أعقاب الثورة هو يعني اسمح لي أن احنا نؤكد على شيء مهم جدا أن فيه ثوابت في الشخصية المصرية أهمها الوسطية حينما يعني تضيع هذه الوسطية يبقى الشعب المصري فقط شيء مهم جدا من هويته الوطنية هويته الوطنية أنه شعب ضد التحريض ضد الانقسام ضد العبس بثوابت تتعلق بالأديان ضد محاولات التغيير غير المتعرف عليها عبر التاريخ يعني أنت تيجي فجأة بين يوم وليلا وتقول له احنا هنبقى كذا هنعمل كذا إضافة لأن الشخصية المصرية في الأصل هي متمسكة بمبدأ الأرض وأي ما يفرط في هذه الأرض لابد أن يجابه بشكل قوي ده المجموع ما قدمته جماعة الإخوان في العام الأسود الذي حكمت فيه مصر وبالتالي كان واجبا الخروج عليها والخروج عليها هنا هو لصالح آلاف السنين من صناعة الهوية الوطنية المصرية طيب كان في مخططات بتحاك ضد الوطن وكان في مخططات بتحاك ضد المصريين الموضوع لم يلقى أبداً قبول عند المصريين والناس قالت لا اللي بيحصل ده مش شبهنا واللي بيحصل ده احنا مش عايزينه واللي بيحصل ده احنا مش قابلينه إزاي الناس قدرت تقول لا احنا مش عايزين وإزاي البلد حفظت على شكلنا المصري بإطباعنا بطريقتنا في التعامل بطريقتنا في احترام الأديان بطريقتنا المختلفة طيب يعني بس نمسك الموضوع من الأول يعني هو قبل 2011 كانت هناك ما يشبه تمهيد الأرض لوصول جماعة الإخوان إلى حكم مصر وربما لو طلعنا على الرسائل المتبادلة بين وزيرة الخارجية الأمريكية هيلوريك لندن وبين قيادات الإخوان والتي تم تسريبها من البيت الأبيض بالنسبة يعني لعرفنا أو لأدركنا ماذا كانت تخطط له جماعة الإخوان وماذا يخطط له الأمريكان يعني كل اللي حصل في الفترة التي سبقت هذا التاريخ تؤكد أن الإخوان بشكل أو بآخر سيصلون إلى الحكم وهنا الشعب المصري وقف يعني مجدوها يعني الناس وقفت كلها مستغربة حتى كان المواطن البسيط يقولك أنا حس أني مخنوق حس أني فيه حاجة غلط وبالتالي لابد من تصحيح هذا الغلط الأخطر من كل ذلك أننا لو نظرنا بعين الحيدة إلى وقعنا الحالي وموقف مصر مثلا من القضية الفلسطينية وموقف مصر من المناهض لفكرة التهجير إلى شمال سيناء هذه القضية على وجه التحديد كانت محورا مهما لدى جماعة الإخوان الإرهابية لأنها هي التي أول من أقرت باستيطان أهالي غزة والقطاع في شمال سيناء ويمكن ده اللي صرح به صراحة مرشد الإخوان وده يدل أن الشعب المصري لديه رؤية وتحسس غير طبيعي يعني أنا في رأيي أن الرهان الحقيقي دائما هو على الشعب المصري يعني الشعب المصري عنده ترمومتر بيقدر يئيس به إيه اللي بيحصل بالذات وممكن يكون ساكن ممكن يكون بيتفرق في بعض الأحيان لكن بيجي لحظة بيجي لحظة بيتخذ القرار المناسب النابع من الشخصية والهوية المصرية اللي عمرها آلاف سيناء دايما السؤال اللي بيطرح نفسه في هذه المناسبة لو ما قمتش صور التلاتين يونيو كان إيه ممكن يحصل؟ مصير مصر كان يكون عامل إزاي؟ ربنا ما يوريك حضرتك ذكرت موضوع فقط قضية واحدة من ضمن القضايا لكن فيه قضايا كتير جدا وفيه أحداث كتير مرت على مصر ثلاث سنوات الماضية العشر سنين اللي فاتوا وفيه تحديات كمان ربنا ما أحكم على مصر أولا فيه شيء مهم جدا هذه الجماعة قامت على مدى أي الإنقسام والتحريد يعني لو نرجع بس كده عشان إيه ننشط الزاكرة كده نفتكر حجم الانقسامات داخل البيت الواحد الزوج وزوجته والأخ واخوه والآخري كل ذلك أيضا يتضمن مخطط عام وهو التحريد كل هذه الأهداف هدفها شيء واحد بس أن تمضي في طريق تمهيد الأرض تمهيد الأرض لهذه الجماعة تدرك تماما حجمها الطبيعي وبالتالي أنسب وقت لها أن تتحرك هو الفوضى والناس كلها تبقى مشتتة الناس كلها تبقى مقاسمة الناس كلها بتعاني من تحريد ضد بعض داع الجو المناسب لجماعة الإخوان لكي تنتشر وتتحرك بكل هدوء وبالتالي الشعب المصري بما أنه شعب وسطي فهو ضد فكرة الانقسام وهو مع فكرة الرباط إلى يوم الدين كذلك فكرة الوسطية حتى في الدين مش معقول بعد 1400 سنة أنت جاي تعلمنا دينه كمان الشعب المصري هو شعب متدين بمسلميه وأقباطه بالمناسبة مفهول ولذلك فالذي أردها جماعة الإخوان في إدخال هذه التغييرات على المجتمع المصري وعلى الشخصية المصرية كان طبيعيا أن تجابه بهذا الشكل وهذا الأداد فيما وصف بأنه أكبر طوفان في التاريخ يعني إحنا لو تحدثنا عن أكتر من 30 مليون وهذه حقيقة كلنا كنا في الشارع وشايفين ده بعنينا 30 مليون 30 مليون ده لو يصنف في الفعل السوري عالميا يصنف بأنه أكبر زعف بشري على مر التاريخ ما فيش حد نزل 30 مليون أبدا أبدا في العالم كله في العالم كله ده على مر التاريخ بالمناسبة طيب فكرة أن الجماعة الإرهابية كان عندها مشكلة مع الدولة الوطنية المصرية فكرة الدولة الوطنية دي كانت بتحاول تهدم فيها من قبل حتى ما توصل للحكم فكرة الوطن لدى الإخوان هي فكرة مؤرقة يعني فكرة بتتعب هم ضد فكرة الوطن ولا هم مقولة أساسية ما الوطن إلا حفنة من طرق ولذلك أنا في رأيي أن هذه الجماعة أودت بحياة نفسها يعني هي اللي خلصت على نفسها في هذا الاتجاه ليه؟ لأن الوطنية المصرية جزء من الشخصية المصرية وبالتالي هذه الجماعة نشأت على فكرة تدمير الفكرة الوطنية يعني أي فكرة تقود إلى عمل وطني لابد من تدميرها مش مسألة ركوبها وبس لا الوقوف عكسها وهي أيضا تقف ضد كل مؤسسات الدولة وبما فيها المؤسسات الدينية بما فيها المؤسسة العسكرية وهي حاولت مرارا أن تجابه المؤسسة العسكرية الوطنية وهو الجيش الوطني المصري الذي عرفه المصريون على مر التاريخ وبالتالي كانوا بيروا أن بعض المؤسسات لديها خطورة في بقائهم في مقدماتها المؤسسة الدينية ممثلة في الأظهر الشريف وبواسطيته المعروفة عبر التاريخ وأيضا الجيش الوطني المصري الذي يمثل جزءا رئيسيا من الحركة الوطنية المصرية وأنا بحط تحت دي مليون خط وبالتالي فكرة أن يبقى هذا الجيش أو تبقى هذه المؤسسات معناها ببساطة ألا تستمر جماعة الإخواني طيب البعض ممكن يسأل يعني إيه هو ثقافية؟ يعني إيه هو اجتماعية؟ يعني إيه هو تاريخية؟ وإيه أهمية الحفاظ عليها؟ طيب الهوية المصرية هي فعل موحد اكتسبه مجموعة من الأشخاص في منطقة المال وجرت عليها فكرة التعاقب التاريخي فأصبحت هناك سمات لهذه الهوية أو زي ما حرارك بتقول الطابع وده اللي حصل في حضارة ودن نيل ولذلك أي تجمع نهري أو تجمع زراعي هو بيخلق هوية خاصة به والشخصية المصرية استطاعت أن تفرد نفسها حتى على القادمين إليها يعني حضارة مصر كل من دخل إليها أصبح مصريا مع الوقت أصبح مصريا لأن الهوية المصرية صعب أنك تقومها هي تفرد ذاتها وتفرد قواتها على أي قادم بالمناسبة وغير كده يعني بس يعني دايما بقولهم يا جماعة يعني مثلا مصر كانت محتلة من الإنجليزي لمدة سبعين سنة الشعب المصري ما تكلمش إنجليزي وده دليل إيه ده دليل قوة الهوية قوة اللغة بل بالعكس الإنجليز نفسهم خرجوا من مصر بيتكلموا عربي يعني جزء كبير من القادة المحتلة كانوا بيتكلموا اللغة العربية ليه لأنه مش قادر يفرد لغته ولا ثقافته على الواقع المصري لأنه واقع متجزف مرتبط دي ثوابت أساسية تتعلق باللغة والدين عبر التاريخ طيب الإسلام السياسي كان عنده هدف إن هو يسيطر على المنطقة بصفة عامة لما المشروع فشل زريع الحمد لله من نعمة ربنا علينا في مصر لأنه مشروع واهي في الأصل يعني عفندم؟ مشروع واهي في الأصل يعني وقع في المنطقة كلها برغم محاولاتهم المستمدة إحنا بنبتدي الحركة وبعدها تنتشر في كل المنطقة إحنا اللي بنقدر نقول إيه اللي حيستمر وإيه اللي مش حيستمر كله بيبتديه في مصر ده بالنسبة للفعل السوري في مصر فكرة الإسلام السياسي والسيطرة عليه وعدم سيطرته على المنطقة أولا فكرة الإسلام السياسي دي هي أكبر أجذوبة أكبر أجذوبة في تاريخ مصر الحديث لأن جماعة الإخوان في حد ذاتها هي أجذوبة وأجذوبة كبيرة هي ليست جماعة دينية كما هو معروف لم يكن في المكتب الأول للإرشاد عام 1928 رجل دين واحد ده بقال يعني أنا هضيف لحضرتك حاجة أخطر من كل ده أن هذه الجماعة معروفة أنها تأسست 1928 إنما قعدت لمدة سنة من 28 ل29 خلية سرية طبعا إذا كانت هناك فكرة لإعلاء الإسلام ما وجه السرية في الموضوع يعني لو إحنا بنقول إن إحنا فعلا جايين لو إحنا عايزين نعمل الانتشار المناسب ليه أبدأ من الأهوة ليه ما أبدأش من الجامعة هو كان الهدف أن يحول كل من هو على المقهى إلى الجامعة وبالتالي الجامعة يتحول إلى منصة لإطلاق قنابل التحريض وإلى آخره والانقسام في المجتمع كلمة الإخوان في حد ذاتها الإخوان المسلمين هي شق للصف الإسلامي لأن لما تقول إن دول إخوان طب هما البقيت المسلمين هما لحنا فين هما لحنا إيه ده طبعا مفهوم خاطئ أحدث انقساما كبيرا في المجتمع وعلى أساسه اتضح من عام 1938 أن هذه الجماعة هدفها هو الدخول إلى عالم السياسي وبالتالي هي جماعة سياسية وليست جماعة دينية زي من ناس متخيلة وأن اللافتة بتاعة الإخوان المسلمين مجرد يفضح هذا الكلام كلام غير وقاية هما لدي لديم هي تصنيف استعماري هي صناعة استعمارية هدفها أن تتفاوض مع كل شيء ولك أن تتخيل حضرتك أنه في القرن العشرين فيه تنظيمين بس هما اللي نجحهم تنظيم الحركة السهيونية العالمية وتنظيم الإخوان العالمي ده معناها إيه؟ أن هناك رؤية استعمارية ودفع استعماري خارجي لهذه الجماعة وهذه الجماعة هي أشبه بإسرائيل حينما تصنع في المجتمعات ولو شفنا كل الدول التي دخلها الإسلام السياسي إذا ما حاربت اتفضلت دلوقتي كل هذه الدول فشل فيها الإسلام السياسي لأنها حاولت أن تصل إلى الحكم وأن تسيطر على الشعوب الموجودة وكل ده كان يتأثير كبير جدا مش هنقول على خروج الشعب المصري على انتفاضة الشعب المصري ضد الجماعة الإرهابية تفسير حضرتك إيه؟ لوحدة الصفة اللي كان فيها الشعب المصري بمختلف انتماءاتهم سكان الريف، سكان الحضر، سكان المدن، محافظات الحدودية كل الشعب المصري كان على قلب رجل واحد وحدة الشعب المصري ده جزء من هوية الشعب المصري لأن فكرة التماسك لدى المصريين هي فكرة أصيلة ومتجزرة لو بصينا حضرتك موقف الشعب المصري مثلا من قضية غزة وهو موقف واحد نتفق أم نختلف أم 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 إلى آخره ولكن المصريين عند موقف ما وحد ما تجد نفسك أمام رجل واحد صحيح ده معناه ببساطة أن هذا الشعب من الصعب اختراقه ومن الصعب إسقاطه وهذه الدولة دولة قوية دولة قوية بعمقها بدولتها العميقة كل شكر لك الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف نورتنا وشرفتنا وسرجعنا مع بعض ذكريات 11 سنة قد إيه كانت مشاعر المصريين في يوم 30 يونيو قد إيه استعادنا مع بعض المشاعر دي كل شكرا لك أهلا وسهلا شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا